رحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس سنبدأ اليوم بدرس المحفوظات ولدة الهدى سنأخذ اليوم الأبيات من البيت الأول حتى البيت الرابع سنبدأ أولا بالتعريف بالشاعر الشاعر أعزائي الطلاب هو أحمد شوقي شاعر مصري ولد في القاهرة عام 1868 ميلادي لقب الشاعر أحمد شوقي بأمير الشعراء وتوفي عام 1932 ميلادي وهو من أشهر شعراء العصر الحديث جمع شعره في ديوان اسماه ديوان الشوقيات وله عدة مسرحيات شعرية منها مصرع كيلو باترة وعنترة أما القصيدة ولدة الهدى هذه قصيدة قيلت في متح النبي محمد صلى الله عليه وسلم تغنى فيها الشاعر بالأخلاق والصفات الحميدة للرسول الكريم معبرا عن فرحة الأرض والسماء وجميع المهنوقات بمولد النبي العظيم تقرأ أعزائي الطلاب الأبيات من البيت الأول إلى الرابع من الكتاب المحفوظات موجودة في الكتاب صفحة رقم 20 ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء ذانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى البيت الأول ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الهدى يقصد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الكائنات هي المخلوقات جميع ما هو على الأرض ضياء نور وثناء المديح والشكر هنا يصف الشاعر أحمد شوقي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هادي البشرية وبميلاده أضاء الكون وإزدان وصار كل ما فيه يبعث على السعادة والبهجة فكانت جميع المخلوقات سعيدة في الكون بميلاد النبي محمد وبهذا التاريخ الذي سيحفظ في الزمان الصورة الفنية شبه الشاعر الزمان بالإنسان الذي يبتسم مسرورا إذن هنا وصف الشاعر الرسول بأنه هادي البشرية وبميلاد الرسول أضاء الكون وإزدان وصار كل ما فيه يبعث على السعادة والبهجة وجميع المخلوقات سعيدة بميلاد النبي محمد انتقل الآن أعزاء الطلاب إلى البيت الثاني بك بشر الله السماء فزنينت وتضوعت مسكا بك الغبراء تضوعت بمعنى انتشرت رائحتها الطيبة الغبراء الأرض وبشر أي أخبرهم خبرا ساررا والمسك الرائحة الطيبة هنا يقول الشاعر بمولدك بشر الله أهل السماء فتزينت السماء ونشرت في الأرض أطيب الروائح احتفاء بميلادك والملائكة جميعهم وجبريل معهم كانوا يبشرون الدنيا بميلاد الرسول ويحفون العالم به إذن يقول الشاعر بمولدك بشر الله أهل السماء فتزينت السماء ونشرت في الأرض أطيب الروائح احتفاء بميلادك والملائكة جميعهم بما فيهم جبريل كانوا يبشرون الدنيا بميلاد الرسول إذن فكل الدنيا والمخلوقات والسماوات والأرض احتفت وابتهجت بميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الصورة الفنية هنا شبه الشاعر السماء بالفتاة التي تتزين وتتجمل ننتقل الآن إلى البيت الثالث يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء يتيه بمعنى يفتخر ويتباهى والضاء أي شديد الإضاءة والنور هنا يصف الشاعر سعادة الزمان بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء ويقول أن اليوم الذي شهد ميلاد المصطفى عليه السلام يفتخر صباح ذلك اليوم بهذا الميلاد العظيم أيضا مساءه أصبح مشرقا والضاء منير بفعل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل الآن إلى البيت الرابع زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء زانتك بمعنى زينتك وجملتك شمائل أخلاق يغرى أن يتعلق بهن ويولع يعشقه والكرماء أفاضل الناس هنا يقول الشاعر يا رسول الله لقد تزينت وتجملت بأخلاقك العظيمة إذن يا رسول الله لقد تزينت وتجملت بأخلاقك العظيمة وهذه الأخلاق جمعت أروع الصفات فكانت موضح حب وتعلق وهوى يتمناها أفاضل الناس وأشرفهم ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى الأفكار الواردة من البيت الأول حتى الرابع أولا مولد سيدنا محمد بشرة من الله تعالى وفيه أضاء الكون ثانيا أضاء الكون وعمة السعادة والبهجة جميع المخلوقات في الأرض والسماء بميلاد الرسول بمعنى احتفاء الكون وكل مخلوقاته بميلاد الرسول تحويل الناس من الظلام إلى النور بمولده صلى الله عليه وسلم ورابعا ذكر صفات الرسول عليه أفضل السلام وأتم التسليم أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم هكذا أعزائي الطلاب أكون قد انتهيت من شرح الأبيات من البيت الأول حتى الرابع سنكمل باقي الأبيات في الحصة القادمة أشكركم طلاب العزاء على حسن الاستماع ألقاكم في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة